ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ويسأل الله جل وعلا أن نجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة ونجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصومة ما زلنا مع سورتي النبأ أو سورة قلنا ايش عمة أو عما يتساءلون أو المعصرات نعم هذه أربعة أسماء لهذه السورة يقال سورة عمة ويقال سورة عمة يتساءلون ويقال سورة النبأ ويقال سورة المعصرات وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم قال الله بعد ذلك ألم نجعل الأرض مهادا والله تبارك وتعالى بهذا يمتن على عباده بما أنعم عليهم من النعم فيذكر نعمه عليهم جل وعلا ومن هذه النعم أن الله جل وعلا جعل الأرض مهادة أي ممهدة ومنه قيل لفراش الرضيع يقال له ايش مهاد لأنه ممهد سهل لين فالله تبارك وتعالى كذلك جعل الأرض جعلها مهادا ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وهذه الجبال قيل لتثبيت هذه الأرض ولذلك سميت بالأوتاد والوتد تعرفونه جميعا وما تثبت به الخيام توضع الأوتاد لتثبت الخيام قالوا وكذلك جعلت هذه الجبال أوتادا على هذه الأرض لتثبت هذه الأرض حتى لا ترتج ولا تتحرك بأهلها ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة ثم قال وخلقناكم أزواجا جعل الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى وذلك حتى تتكاثر هذه الموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى فجعل من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادة وهي السماوات السبع السماوات السبع جعلها الله شدادا أي قوية جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادة قلنا السبع الشداد هي السماوات السبع وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَهَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا لِبَاسًا جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا أي أن الناس إذا أرادوا النوم يسبتون أي تقل حركتهم جعل الله نومهم سباة أي قليل الحركة من السبت وهو الركون إلى الشيء والهدوء جعل نومكم سباة وجعل الليل لباسا إنسان الآن إذا كان عاريا كيف يغطي عورته باللباس فهذا اللباس يغطي ما ستره اللباس وهي عورته كذلك الليل يغطيك حتى لا يراك الآخرون فصار كاللباس الذي تلبسه فيغطيك فهذا الليل بظلمته جعله الله لباسا للناس يسترهم يستر بعضهم عن بعض سبحانه وتعالى وجعل النهار معاشا أي يخرج الناس لطلب العيش لطلب الحياة في هذا النهار فالله تبارك وتعالى إذن يمتن علينا بهذه النعم العظيمة التي من بها علينا سبحانه وتعالى الله جل وعلا جعل النوم سباتا جعل الليل لباسا جعل النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي كما قلنا السماوات السبع هذه السماوات السبع شديدة أي قوية محكمة بإحكام الله تبارك وتعالى لها وهنا جعلنا نومكم سباتا جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا بنينا فوقكم سبعا شدادا ثم يقول وجعلنا سراجا وهاجا وهي الشمس الشمس أخبر الله أعتبر أنها سراج وهاج أي شديد الإنارة وأنتم ترون الشمس كيف أنك يعني في مثل هذا المكان مثلا نحتاج كل هذه الإنارة مثلا التي نستخدمها الآن وهي لا شيء بالنسبة لطلعتي الشمس فالشمس سراج وهاج أي مضيء شديد الإضاءة وجعلنا سراجا وهاجا وهي الشمس الله تبارك وتعالى ثم يقول الله تبارك وتعالى ماذا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا المعصرات قالوا هي الرياح وقالوا المعصرات هي السحاب وقلت هذا أو هذا فهما سواء لأن الرياح هي التي تسوق السحاب ولكن الأكثر على أن المعصرات هي السحاب لأن تعصر ليخرج منها الماء أنزل الله تبارك وتعالى من المعصرات ماء ثجاجا أي يخرج بقوة والثج هو الصب المطر أحيانا ينزل ديمة هو الشيء الخفيف وأحيانا ينزل أيش بقوة وهو الثج ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئله عن الحج قاله هو العج والثج الحج هو العج والثج العج هو الصوت المرتفع بالتلبية والثج هو نحر الهدي في ميناء تثج الدماء تسيل الدماء في ميناء فالله تبارك وتعالى من المعصرات ماء ثجاجة أي ماء كثيرا يصب صباه وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة هذا كله من من الله تبارك وتعالى وفضل يدلي به سبحانه وتعالى لعباده ليظهر لهم نعمه التي لا تعد ولا تحصى لما أنزل الله تبارك وتعالى هذا الخير وهذا المطر أنبتت الأرض لنخرج به حبا ونباتا سواء الحبوب أو العشب كله يخرجه الله تبارك وتعالى بسبب إنزاله لهذا المطر لنخرج به حبا ونباتا وجنات وهي البساتين الكثيرة الفافة أي الملتفة وذلك أن هذه الشجر هذه الأشجار لكثرتها وتشعع بأغصامها تلتف بعضها على بعض وجنات الفافة ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا كله إن يوم الفصل كان ميقاتا يذكرهم الله تبارك وتعالى أن الذي خلق هذا كله عنده يوم وهو يوم الفصل وهو يوم القيامة إن يوم الفصل كان ميقاتا وسمي يوم الفصل وسمي يوم القضاء وسمي يوم القيامة وسمي اليوم الآخر وهو الذي يفصل الله فيه بين العباد ويقتص للعباد لبعضهم من بعض إن يوم الفصل كان ميقاتا وهذا اليوم يقال له اليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم هو آخر يوم لأن الشمس والقمر يذهبهم الله تبارك وتعالى خلاص ما في ليل ما يأتي بعد هذا اليوم ليل وإذا يقال له اليوم الآخر آخر يوم وهذا اليوم مستمر أبدي سرمدي وإذا يقال له يوم الخلود ليس بعده ليل أبدا إن يوم الفصل كان ميقاتا أي ليقضي الله بين الخلق فالمؤمن التقي المظلوم أو كذا ينتظر هذا اليوم والإنسان الفقير ينتظر هذا اليوم والإنسان الذي اعتدي عليه ينتظر هذا اليوم هذا اليوم يوم الفصل هو الميقات الذي يقتص الله به للمظلوم من الظالم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج أفواج كما قال الله تبارك الله مهطعين إلى الداع يخرجون أفواجا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في هذا اليوم إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج أعداد كبيرة جدا لأن كل الخلق من يوم آدم إلى أن تقوم الساعة يجمعون في ذلك اليوم وهذه النفقة هي النفقة الثانية يوم ينفخ في الصور والصور واحد ولكن ينفخ فيه نفختان وقيل ينفخ فيه ثلاث نفخات يذكر عن الشعبي رحمه الله تبارك عامل ابن شرحيل الشعبي هذه بيننا دور القصاص وكيف كانت لهم سطوة الشعبي رحمه الله تبارك خرج من العراق إلى الشام وهو قادم على عبد الملك بن مروان في خلافته فهو منطلق إلى الشام مر بمدينة يقال لها تدمر تعرفون الرسالة التدمرية تدمر معروفة بالشام فمر على أهل تدمر فدخل مسجدا من مساجدها فإذا قاص يقص على الناس وقال يؤتى بالصور فينفخ فيه النفخة الأولى ثم يؤتى بالصور الآخر انتق الله إنما هو صور واحد ينفخ فيه نفختان وليس أكثر من صور فقال أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تكذبني هو يحدث عن رسول الله الكذب هذا الشيخ القصاص قال أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذبني فقام إلي وضربني يقول ثم اجتمع علي أهل المسجد وضربوني والشعب إمام من أمم التابعين فضرب في المسجد يقول والله ما تركوني حتى أثبت ثلاثين صورا بل كان تركوني بعد ذلك فهو إذن صور واحد يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب السماء لها أبواب السماء لها أبواب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء مع جبريل كان يدخل من باب إلى باب ويستأذن جبريل فيقال من فيقال جبريل قال من معك قال معي محمد قال أو قد أرسل له فيقول نعم فيقول أهلا ومرحبا ثم يفتح له ثم يأتي السماء الثانية ويفتح له إذن كل سماء لها إيش لها باب وإذاك الله تبارك وتعالى يقول عن الكفار إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء فالسماء فالسماء إذن لها أبواب فتفتح أبواب السماء وفتحت السماء فكانت أبواب تنزل منها الملائكة في ذلك اليوم وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرت الجبال فكانت سرابة الجبال التي هي الجلاميد العظيمة تكون سرابا كما قال الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن له القطن القطن هكذا تكون الجبال وسيرت الجبال تسير كأنها سراب لا يصدق الإنسان هذه الجبال العظيمة تسير بهذه الطريقة ونقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله متى طيب أسبوع القادم نعتذر إليكم نلتقي هناك إن شاء الله تعالى في مسجد الزبن في بيان قطعة ثمانية نعم في بيان قطعة ثمانية عند المستوصف إن شاء الله تعالى دورة بن عثيمين تبدأ ان شاء الله تعالى ستجدون ان شاء الله اللوحات معلقة ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم ومحمد